اه حصلتي على جائزة ادونيا كافضل ممثلة دور تاني عن دورك بعصية دمع الفين وخمسة. اليوم وينك من التكريم? ليش فيه تكريم? مين هل انت ادونيا معت فيه? عم يتكرم. عم يتكرم هادا شي مو منترافية يعني التكريم. هلا انا تكرمت بالعراق اوكي وتكرمت بقربين وتكرمت بحفل يعني. هادا احتفاء. نهر جاء. لأ تكريم. بمعنى التكريم تماما. بس اه مو متل ادونيا على دور انت عامل. على مسيرتك الفنية بتكرم. يعني كان ادونيا يعملنا سباق. كان هيك فيه شي زريف كتير. بيرجع? اكيد. لازم يرجع او يرجع بشكل اخر يعني. بس ما عاد في ادونيا. انا بتمنى على سعيد المسرح تجي هاي القصاص. بس التلفزيون بعد ادونيا. حتى بمصر ما عاد فيه مهرجان وكذا كنا كمان عم يعملوا الاسكندرية عم يعملوا. هادولي لقلهم. مو الوطن العربي كان فيه شي اسمه وطن العربي. يبدو كشينا بعد الحرب. صرنا وتناربي. وتناربي. على احكي عصيرة المسرح على رغم الظرف الصعب اللي مريتي فيه اثر وفاة شقيقك الله يرحمه. اه اثرتي اه اتكملي اه مسرحية الاشجار تموت واقفا لعرضة مؤخرة مقالة زمان يمكن انا احترتها. اه الامر سبق واتكرر وقت وفاة والتك. ادي صعب اه تتغلب على ظرف شخصي بعملك وبهنتك. تعلمت. هيك تربيت. مو هاده ما له علاقة. بترك ابني. عم حرارة وقربعين عند ابو بنزل عالتصوير بنسى. ممكن كل ساعة تصل تليفون اقول شو صعيق. بس اه بفصل. ادي صعب الوجع بالصمت. كتير. كتير. هادا هادا التمن اللي بتدفعو انت من اعصابك. يعني بتدفعو يعني انا مسلا توفى اخي. اخي اه صغير وبالكورونا ومدري شو كزا. وكان العرض بعد يومين. طب اه علي القاسم مريض بالكورونا وترك. وجبنا واحد قبل باربعة تيام. ومنا نفتتح. او مو منا نفتتح. بنا نقدم بيوم مسرح العالم. طب شلون قبل بيومين بدي اترو. شلون? وكب جهد شهرين ونص للزملاء مسلا. وانا بطرق المسرح. كان مستحيل تأجيل ولا? لا لا. اه اليوم المسرح العالمي لو اه عرض عادي. كان ممكن تأجلنا. بس يوم المسرح العالمي محددة بمزارة الثقافة انه بتتقدم عرض. وما في عرض تاني. فمستحيل. يعني ما في دك تتجاوز نفسك وتنسى الموضوع وتطلع على المسرح وصلى الله وسلسل. بس هادا بيصير بعد ما تكون انت اه صار عندك اه صنعة. وصرت تسيطر لانو بتصير تسيطر على مشاعرك. وتسيطر على الشيء اسمه. هلا ما لي علاقة بالحياة. لي علاقة بهالمس رح اطلع عن ساويه. واعدين اطلع اكي اصدفة اللي شو بعمل. من اهم ما قدمتي مسرحيا انا برأيه او شفته اه متى هاري. شخصية الجاسوسة. اه. زريف. ياخد العقل. اه. هدا العمل. اليوم قدي عنا مسرح. والله. القصة بالكم ولا بنص ولا مسرحية نعملها. نصوص واقتصاد. ما في اقتصاد. ما رحل. منعاني من اجور مسرحية. اه. يعني ان احنا بنشتغل تلكت شهور مشان يقبض واحد مسلا اربعمائة قل. اه. اطب هدولي بيحطهم صندويشات واجرى الطريق. هالدرجة. عانشت. يعني بنشتغل المسرح انهم نحب المسرح. وبساطة وبوضوح. بالوقت اللي ضل عنا حبيتي السينما من عمر ستة سنين. كنت تروحي مع اخواتك لتشوفي السينما. اه. حلم مكتمل يمكن. مين المسؤول عن عدم تحقيقك لتكوني نجمة السينماية. دولة. مؤسسة السينما. مؤسسة السينما طبعا. ليه. شوفي بينكو بينكو بينكو. لانه ما فيني بني 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 شي. بس انه ما يعني كل مخرج بيعمل شي على كيفه. اه. ما في شيء له علاقة بالتخطيط. انه لازم نغطي مثلا هذا الجيل لازم. قدم هذا ده الجيل لازم. يعني ما فيه. اه. والمخرجين السينمائيين قلانيين. وبيحسوا انه بجيب واحد من الطريق. وبيعملوه نجم. انه هيك احساسهم. اه. انه يعني انا بجيب واحد من الطريق بسوي نجم. متل اللي هولوود. هولوود. هم. لا اله الا الله. مستبعد اليوم عن عن مخرجين السينما السوريين اللي عنا. يعني ما بي ما بي استفقدوكي بدور سينمائي. فيه الاستاذ اه احمد ابراهيم احمد. بالفيلمين جابتي. طيب. ومالي دور وحطني دور. اللي بدي اشيب انك تشتغلي معي بس هنا. نعم. مع الورد وشو اسمه? كراكيب. نعم. اشتغلت. اه اشتغلت. يوم عم يشتغلوا يعني الاساذة اه نجدة اسماعيل انزور عم يشتغل بس الخطيب عم يشتغل اه جود سعيد عم يشتغل. في عنا اسمه عم تشتغل. ماذا لأدوار يمكن. ما لك ادوار. يمكن اه بيعملوا شي تاني. ما له علاقة حينا. بيعمل شي لقلون. مو لقلنا. شاركتي بمسلسل اللي كان دوش بدور ام شريف. كتير هي الانتقادات اللي طالت العمل بسبب بطء الاحداث. وضعف النص. لاخد الرد كان بين الكاتب والمخرج. وعدم رضا اغلب صناع العمل عنه. حضرتك ابدأتي اعجابك بالجزء الاول. وعدتو بي بي. يعني انا باعتبر هاي النمنامات الصغيرة بين طال المسلسل كانت جزابة. وفاتت بالناس. انا بتطلع عالناس. ما ليه علاقة فيهم لنا شو بشوفه. بشوف الناس شو شايفين. بس الجزء الثاني كان يعني اكتر. احداثا. لا تقدم برمضان. الجزء الثاني عم بحكي. اي اي تقدم برمضان. الكندوش. مو الكندوش. احنا عم بحكي سوء الحريق. انا عم بحكي كندوش. اه الكندوش. الكندوش اوكي. الجزء الاول مبني على النمنامات عن جاد. وكان في كاميرا كتير زريفة. وكان في حركة كاميرا زريفة وكان في رؤية اخراجية واضحة وصريحة. النص. النص يبدو في كام مشكلة. يعني كام في مشكلة. للكاتب او الفنان الاستاذ حصام تحسين بيك. ايه. هلا الجزء الثاني اختلف كتير. جابوا دراماتورج. وعدلوا عن نص. وعدلوا عن نص كتير. كتير. يعني قلب النص. صار شي يعني شخصيات اساسية راحت باتجاهات تاني. كانت مكتوبة شي وصارت شي. او صار اه يعني نهاياتها شي تاني. بعتقد انو الاحداث هو المخرج بيقول. يعني انو اه انا اه بعتبر حالي مسؤول. طلع الاستاذ ساميرو. طلع انا مسؤول الاول الاخير عن هاد المسلسل. اه. دخلوا احداث دخلوا. ويعني حركوا الاحداث اكتر. حركوا الشخصيات اكتر. بعتقدوا جزء تاني. رح يكون جذاب اكتر من الجزء. ان شاء الله. يعني السؤال الاخير اليوم اصعب قرار فاصل بحياتك كان? اصعب قرار فاصل بحياتي? نكون او لا نكون. تلك هي المشكلة. اه اصعب قرار بحياتي انو انا صرت موسلة. كان. ريهان? اه لا ريهان مع نفسي ما حدا ما حدا ساعدني هلا انا بساعد ابني ابو بساعده. بس انا كنت انا لحالي بحب هاي القصة. ويا ترى انا فترة من الفترات بدي ترك التمثيل نهائيا ولاقي شغلة تاني. اه. يعني كنت حاسة انو هاي الشغلة المؤلي. اه. فكان من اصعب القرارات اللي انه انا وقرار اه انفصالي عن زوجي الاول بالتاني كمان هذا اصعب القرارات لانه كان عندي ولاد. زوجي الاولاني كان فيه بنت. والاستاذ يصلك عندي صبي هدول كمان كان. البنت وين هي هلا? متجوزة. نعم. عندي اربع اولاد. وين عايشي بسوريا? ايه. جوزة احمد حيدر الماكير. نعم. تحيات نقلهم اتنين. الله يخليك. وجابت لي هيك اربع زراف. هلأ تيتها. انا ايه تيتها? اطمان. والله هيك عقبال سليمان هلا وتفرحي فيك. الله يخلي. خلص ما بدي اه بكفي بنتي. خلي سليمان بلا ما يتجواز هلا. يدور على فنه هلا. احسن ما يدور على المكدوس والزيتون والمحاود والغاز والمهزوت. خلي بفصوط بحال. خليه خليه. وما بدي افرح فيه. عشو بتندمي اليوم بمسيرتك? مسيرتي الفنية اشو بدنا ما بدنا معاشي. ولا مسلسل او فيلم او مسرح او شي عملتي ابدا? لا لا ما بدنا معاشي. دور? ما بدنا معاشي. حتى الدور السيء اللي بعمله. بتعلم منه. بتتعلم انت درس انا كتير بدقق على شغلي. اه انه هون انا اصبت هون لم اصب. ما بيصير انسان ما نوعظيم. اه. ولا نحنا ملايكة. نحنا بنخطئ ونصيب. اه. بعرف انه بعض الادوار اشتغلتها مشان اقتصاديا. اه. وبعرف انه انا هاي سقطاتي. اه. وبحزن. لما بذكرها بس. قدمت لك شي. اه قدمت لي على الحياة. يعني اه اوكي هلا ما كل شي انا اشتغلته مقتنعة في. بس قليل. مو كتير. يعني لو مساعته كبيرة كان مشكلة. كان اثر على ادائك. اه. على مسيرتك. اه كلمة اخيرة لحوار في اي بي. حبيتي? حبيت. حبيت كتير شكرا يا من. اه اه بحبها هي قصة في اي بي. يا ريت يعطونا اياها بالطيران. بننسعلك في اي بي. او نشوف النقابة بالك. اه بيعملونا في اي بي. ضرورية. لا والله بالطيران عن جد بيحتفوا فينا كتير بالطيران السورية. الضروري يعني انت وجوه هو. ما في مشكلة. هلأ بعد الحلقة بتشرب ينس كافيه هو بتدخل. لا بيدللونا والله. لكن بكل دوائر الدولة. والناس بالطريق. انا جد ما بصدق ديش بيدللوني. هذا اقل اقل واجب. انت بتشعر بيغفة يعني انه العالم يعني انا كتير بستحي ان واحد او حتى لو ما حط ما شكلي ما عفشك كتير. انه ممكن اتصور معيك بقول اديش يعمل مجهود لحتى يقرب بناحي. اه. فبقول له ايه وكزا وتصور. بتقبل ايه يعني بحس هاد نوع من الحب. اه. والناس وانت معشي. وازا فتت عوزارة كلهم بيقلولك انه نحن منحبك وانه انت زريف. نعم. على فكر الناس بتعرف مين اللي بيحبوه من ما بيحبوه. يوصل لهذا الشيء. ايه هذا الشيء عن جد انا بفتخر فيه. كل الحب اه السيدة والفنانة امانة والي شكرا لأن بلتي دعوتي للبرنامج. شكرا يا مين شكرا للبرنامج شكرا المخرجة شكرا المصور شكرا لكل قائمين على هذا البرنامج انا كتير سعيدة. شرفتنا. وما فيهم شي لسيلي. شرفتنا. الفنانة امانة ولي برجع بالتقي فيكن الحلقة القادمة اطلب الفخير.